السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً حبيبتي الغالية تخباركم لبس عليكم كديرين مع الصحة أموركم بخير وعلى خير كنتمنى هذا الفيديو ولقاكم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة إن شاء الله نهار جديد سوف نشارك معكم اليومية بالبساطة ديالها كيف ما وعدتكم دائماً وكان بغين نشكر الأخوات اللي توصلوا معي في الخاص وفي الانستغرام كيسولوا على السبب الغياب فأنا باخر وعلى خير وفي صحة جيدة الحمد لله غير واخد واحد الفترة ديال الراحة مع ولداتي كنقضي العطلة الصيفية ديالي مع ولداتي وذكشي علاش ما نزلش معاكم حتى شي روتين ولا حتى شي فيديو رغم أنه عندي بزف ديال فيديوهات اللي مصورين ولكن غير ضيق الوقت ما كان القشل وكيتال اللي غادي ندير في هكا المونتاج وباش نشارك معاكم اليومية ديالي فكنت من اخوتي اخوتاتي هذا الفيديو اللقاكم وانتم مفرحانين مع ولداتكم مرتاحين سينك سينك باخر وعلى خير كيفما قلت لكم نهار جديد وروتين جديد نشارك معاكم غذيوتي على بساطة ديالها وكيفما نعودكم دائما على الاقتصاد وعلى الروتينات اللي علاقت الجواب ديالنا واللي بسيطي اليوم اخوتاتي كيفما كتشوفوا على الصورة قدرت تسهكا يا لحوت مقلي سنشارك معاكم اشمنوا تنذير انا بالقشور ديال الكروفيت فانا مثل لوحومش اخواتي كنخليهم لوقيتها اللي ما كيكون عندي الكروفيت لاتشي حاجة بع المرات كنبغين نعمر مسيمنات كنبغين دير الفيرميسيل كننسمع هكا يا بالقشور ديال الكروفيت يعني مثل لوحومش ما كنرميهمش كنخليهم لوقيتها نعمر بشي حاجة تكون عندك حتى شي حاجة هنا كيفما شفتوا انا غسلت الكروفيت مزيان ورجعتوا هكا يا لها الميكا دياله وغادينا نقشره كيفما كتشوفوا على الصورة ونحتفظ بهذه القشور دياله كيبقوا عندي واحد المدة اللي طويلة كان بقى هكا يا فنما كان بغين ندير مثلا لا سوك ديال الحوت كان بغين نعمر بشي حاجة كيبقوا عن طويلة في عدد الكروفيت كان بغين نتحرك لنقرد الكروفيت ونقرد الكروفيت ونقرد الكروفيت لنقرد الكروفيت بشرح نحتفظ بهم في المجمد و يبقى مدة طويلة و حتى يدخلهم الفران و يطحنهم و يجوز مين و هذا البصمان سوف نقطعها كقطاع و نقليه فمرة مرة نقليه و ما فيها بس لا يوجد مشكلة هنا اخواتي انتو ما يدرتوها في الساك هذا الكنجلاسون ولا الساك المجمد ولا بلاستيك غدائي سا في الوقت اللي كان بغي كان ناخد منه واحد شوية و كان قديبي كان بغي نشكر الاخوات اللي عادة نضافوا القناة كان قوليكم مرحبا بكم و الف مرحبة و الناس القدام انتو ما راه دار داركم و القناة قناتكم و انا راه الاشارة ديالكم و كيف ما انتو ما توحشتوني رحت انا توحشتكم للي خطيكم عليا كمشكركم بزف زف على الكلام الطيب اللي كتقولوه في حقي و على التعاليق الزوينة ديالكم فدائما ان نشوف التعاليق كان شكركم بزف زف اخواتي اللي يكبر بكم كيف ما كتكبرو بيه انا ياخدي شوية القصبورو مع دنوس و التومة اللي غندير في المقيلة ديال الكروفت فكيف ما كتعرفوه ده بس صعد والله العلي العالم ما بقيناش قدرناه لاشي حاجة اسمي تامريقة او لكسكسولي نكن نقلبوه هيرا على الوجبات الخفيفة والسريعة واللضغية كتوجد وما كتتاخد معانا هكاية ووقت طويل في الكوزينة و على الوليدات عطلة يعني ما تفقوش بالكاري و يعني كيكون الغدام عطال وكل شي ماشي واداك ماشي بحل ايام ديال الروتين المدراسي كيكون كل حاجة في التوقيت دياله فالوليدات كنخليهم يسبحون عسين ما كينش مشكيل صافي اخواتي كيف ماشيتو غندير التومة القصبورو المعدنوس و غدي ندير العطرية فره كل واحد كي دير المقيلة بالطريقة دياله غير كنشارك معاكم اليومية ديالي فهنا اخواتي بعد ما درت التومة غندير شوية زيت زيتون ممكن تديروا الزيت نباتيه لما توفرش زيت زيتون غندير هاد القصبورو معدنوس وغدي ندير ان شاء الله هذيك الكروفيت غدي نحطها كي اي طيب ما كياخدش مدة طويلة لضغيتي طيب وكي يجي ملددها كايب التومة والعطرية صافي غدي نحطوها كاخواتي ودائما نطيبو على عفية تكون مهيلة نقصو عليها باش ما كيت تحرقش لكم ذاك زيت زيتون وكي بدي تلق لكم ذاك الماء قادي نتاك نقصو عليها كاي العفية باش ضغيتي طيب لا تستطيع الوقت قريبا 1-5 دقائق حتى الصدقك يكون طيب بالنسبة للتوابيل خرقوم مليحة بزيرة شوية الفلفل احمر وشوية السودانية لك انتو كتبغيو الحار وشوية سكينجبير ما بغيتوش حيضوه ما تديروش صافي وكتخليوه هكا يكي طيب حتى يتلبم زيان كي يشرب هذيك العطرية دياله بالنسبة لها الكالامار او الباسعمان كله وش نتي سميه فاني ادرتوكي تقلاد وشوية ديال الفينو صافي وكنقليه كي يجي زوين كيف ما كتشوفوا اخواتي وكي يجي ناشف كيف ما قلت لكم مرة مرة ما فيها بس لقلينا ماشي دائما وغالبا هذ الكالامار اداره كي يجي غير مقلي ما كي يجي فتشي وصفه زوين الا إلا كان مقلي صافي المقيلة ديالنا هي هذي ازت معهم هذي سلطة مغربية ووليدات بغون مناضج بتاليهم صافي اخواتي هذي والغضيوة ديالنا اللهم ما اديمها نعمة وحفظها من الزوالة كي يجي زوين كي يجي ناشف وضغياتي طيب غير ما تكتروش لي العافية لانا يلطب بزاف كي يجي قاصح في الماكلة ديالو انا ما تنضيرو لف الحليب لفتشي حاجة كنضيرو غير شوية الملح و شوية البزار و كنضيرو في فينو تنقليه جوش دقيق ثلاثة دقيق سافي و تنحيدو كي يجي زوين بزاف بزاف كنتمنى نكون فتكم شوية ويكون يعجبكم فيديو ديال اليوم وما تبخلوش علي باللايك اللي يجزيكم بخير اللي يحفظكم يا ربي و يسر اموركم و ينور طريقكم ديروا لي اللايك كتنسوها ليا فدائما كندكركم بها هكا باش كتتعونوني اننا الفيديو يتقترح لناس اخرين و كيف ما كتعرفوا دعبا المشاهدة راها طايحة و كنتمنى كنتمنى اخوتي اخواتي انكم تدعموني بلايكة ديالكم و بمشاهدة كاملة اللي يجزيكم بخير و يحفظكم يا بيعطيكم دكشي اللي تمنيتوا في خاطركم و ان شاء الله ما غاديش نبقى نغيب عليكم و غاديش نبقى ننزل معكم اليوميات ديالي كيف العادة و ننزل معكم فيديوهاتها كما خرجات مع الوليدات و فيديوهات ديال الصنعاء اللي تندير كنتمنى اخوتي اخواتي ما نكونش طولت عليكم و نكون خفيفة على قلوبكم و ما تنسونيش من اللايك اللي يجزيكم بخير اللايك صغير كيش اشجعني هكا و يدعمني باش مرة اخرى نحط لكم فيديوهات جداد و نشارك معكم اليوميات ديالي بالبساطة ديالها و نشارك معكم مشتريات و شارك معكم هكا يا روتينات لي هي محترمة اللي كتشرف المرأة المغربية فهنا ما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعاية الله استودعكم الله الذي لا تضيع و دائعه السلام عليكم و رحمة الله